الآن العلاقة بين هذه السنة وبين الأصل هو القرآن الكريم العلاقة بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن تكون السنة مؤكدة لحكم جاء به القرآن يعني مثلا كثير من الأحكام يأتي العلماء ويقولون ثبت دليلها بالكتاب والسنة مثلا الأمر بإقام الصلاة دليلها في الكتاب والسنة والإجماع القرآن النصوص واضحة والسنة أيضا النصوص واضحة فهذا من باب تضافر الأدلة تحريم المحرمات كتحريم الخمر مثلا ثبت تحريمها بالكتاب والسنة فهذا من باب تأكيد الحكم الذي جاء في كتاب الله إذن العلاقة الأولى تتمثل في أن تؤكد السنة حكما جاء في القرآن الكريم جميل واحد النوع الثاني أن تكون السنة بيانا لما أجمل في القرآن وهذا البيان له صور عديدة يعني مثلا هناك بيان ما أشكل فهمه على الصحابة مثلا أشكل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل أحد الصحابة جاء بحبلين أحدهما أبيض والآخر أسود فوضعهما تحت الوسادة فظن أن المقصود حتى يتبين اللون الأبيض من اللون الأسود النبي عليه الصلاة والسلام صحح هذا الفهم المغلوق وقال إنما هو بياض النهار وسواد الليل صحابي آخر أشكل عليه قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا وأينا لم يظلم قال أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم الصديق أبو بكر أشكل عليه قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال وأينا لم يعمل سوءا قال ألست تنصب ألست تغتم ألست تصيبك اللأواء فهذا معنى قوله من يعمل سوءا يجز به هذا بيان ما أشكل معناه هناك بيان المجمل مثلا مثل الأمر بإقامة الصلوات ليس فيها الظهر أربع ولا المغرب ثلاثة ولا الفجر ركعتين نعم فهذا ما احتج به عمر بن عبد العزيز على الخوارج لما جاءوا ووجدوا أن عمر بن عبد العزيز يرجو مزاني المحصن وأنه يأمر الحائط بأن تقضي الصوم دون الصلاة فقالوا لا نجد ذلك في كتاب الله قال وأنتم لا تقولون إلا بما في كتاب الله قالوا نعم قال أخبروني عن عدد الصلوات وركعاتها وأركانها ومواقيتها وأخبروني عما تجب فيه الزكاة وعن نصبها ومقاديرها قالوا أنظرنا أمهلنا فأمهلهم ثلاثة أيام ثم رجعوا قال هل وجدتم في كتاب الله شيئا قالوا لا قال كيف صليتم قالوا صلينا بصلاة رسول الله قال كذلك الرجم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ورجم خلفاؤه من بعده وكذلك أغضاء الصوم على الحائط أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله نساؤه ونساء المسلمين من بعده فإذن هذه الشعائر جاءت مجملة في القرآن فبينتها السنة هذا لون من ألوان البيان النوع الثالث تخصيص العام مثل قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا نص عام لكن جاءت السنة فخصصت لا ميراث لقاتل إذا استعجل الولد فقتل أباه فإنه يعاقب في الشريعة بنقيض قصده فيحرم من الميراث ولذلك جاء في السنة لا ميراث لقاتل هذا نص ليس موجودا في كتاب الله وكذلك التوارث بين أهل ملتين مختلفتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهمه وليس الشكك اليقين طيب والسارق والسارقة فاقطع أيديهما هل نقطع اليدين ولا نقطع يد واحدة هذا بيانة السنة ثم القطع هل يكون من الكتف إلى نهاية الأصابع ولا يكون من الرسق الذي يفصل بين الكف والساعد هذا من السنة ثم ما هو مقدار النصاب الذي تقطع فيه يد السارق جاء في السنة يقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك فإذن هناك تخصيص عام وتقييد مطلق وتأكيد حكم وبيان ما أشكل فهمه وكذلك درجة بيان الحكم هذه كلها من صور البيان النوع الثالث في علاقة السنة بالقرآن الكريم أن السنة قد تستقل بحكم لم يريد في القرآن نعم وبالتالي يعني تعالى المشروعية لنبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشافعي فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل لأن الرسول عليه وسلم مصدره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نيوه ولذلك تحريم لبس الحرير على الرجال وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذه تحريم جمع المرأة على عمتها وخالتها هذا كله مما ورد في السنة وإن كان بعض العلماء يقول ما من شيء جاء في السنة إلا له أصل عام في القرآن نعم ولكن هذه هي الأبعاد الثلاثة أن تكون السنة مؤكدة لحكم جاء به القرآن أن تكون بيانا لما أجمل في القرآن أن تستقل بحكم لم يرد في كتاب الله ترجمة نانسي قنقر